اشتركوا في القناة المنتخب الجزائري اقصية في التواني الاخيرة بهدف قاتل للمنتخب الكاميروني والمنتخب المصري اقصية بنفس السيناريو اللي شفناه في نهاية كعس الومام الفراقية بضربات الجزائر المنتخب المغربي اكتسح المنتخب الديمقراطية بربعة لواحد ونتيجة التعادل السلبي صفر لمثله كانت كافلة على انها تقال المنتخب التونسي للكعس العالم هنحاول على انني انهضر على كل لقاء يعني البضع دقائق بحكم على ان اللقاءات تلعبوا في نفس الوقت انتم ايضا كما هو العادة ما تنسوا اشتركوا معنا بالارأة ديلكم التعليقات ديلكم وخليوا لي وجهة نظريكم شخصية شنو السبب لما خلاش المنتخب الجزائري والمنتخب المصري يتأهلوا للكأس العالم ونتناقشوا كما هو العادة بدون تعصب كل روح الرياضية قبل ما نتخلوا في التفاصيل الى عجباتكم الحلقة ما تنسوا اشتركوا في القناة دينا وفعلوه زرص نباج بس دائما يوصلكم الجديد اول باول وعدنا نصف حق الفيسبوك والانستجرام اللي بغى شتاق فيهم اخليكم لينك في اول تعليق ندخلوه في التفاصيل اذا بغينا ندير واحد خلاصة بعد نهاية لقاءة السد يمكن لي نقول على ان المنتخب الواحيد اللي ما تعدبش والمنتخب الواحيد اللي ضمن تأهل كأس العالم بكل سهولة وبدون مشاكل هو المنتخب الوطني المغربي الى كانت القرعة دائما كتضمنة وكتحتنا في مجموعات حديدية فالقرعة هذه المرة كانت رحيمة بالمنتخب الوطني المغربي لانها حطاتنا في مواجهة الكونجو الديمقراطية واليوم بانوا الفوارق الكبيرة بين المنتخب المغربي والمنتخب الكونجو الديمقراطية لان افريقا اليوم المغريب كان يمكنه يخرج منتصر بستة وليس بعديل الاهداء يعني تقريبا لما وصلنا الدقيقة الستين كنا ضامنين تأهلوا ضامنين الانتصار بالنتيجة كبيرة ولاحظنا على ان اللاعبينها بطل رتم وما بقعوش يزيدوا اهداف اكتر وهذا الامر يندل على شي يدل على المستوى الجد متوسط للمنتخب الكونجو الديمقراطية وايضا يدل على ما قلناه في الحلقة السابقة لو اننا لعبنا لقاء الدهاب باكتر شجاعة كان بامكاننا نكتسح الكونجو الديمقراطية دهابا وديابا مع كل احترامي لهذا المنتخب لاننا لما تندلوا مقارنة بين الاشر المنتخبات لتأهلوا لمباراية ست تنشوف على ان الكونجو الديمقراطية هو الاقل من حيث المستوى وكذلك من حيث المردود وايضا لما كنشوفوا المنتخبات الاخرين اللي دازوا عن افراقية الكأس العالم مكنش منتخب داز بسهولة جميع المنتخبات تعذبات بكل ما تحمل الكلمة مالا يعني اللي داز بفرق هدف اللي داز بهدف خارج الميدان اللي داز بضربات الجزاء باستثناء المنتخب الوطني المغربي اللي انتصر بحصة كبيرة اول شي قبل ما نهضر على الجزئيات يعني المهمة الجماهير المغربية تستحق الاشادة والتقدير على الحضور الكبير تشجيع من اول دقيقة لغاية اخر دقيقة كذلك اللاعبين اللي كانوا في المستوى يعني وما بخلوش ولو بقطرة عارق طوال تسعين دقيقة المدرب واحد خاليلوزيتش اللي انا شخصيا انتقته في العديد من المرات يمكنني نقول في لقاء اليوم استفاد من اخطاء اللقاءات السابقة باش نعطيه لكولي ذي حق لنحقها عدم اشراك نصيري وكذلك ماي لمقدموا ولا شيء في اللقاء السابق واعتمد على التنائية تي سودالي وكذلك اللاعب تي سودالي واللاعب الكعبي اللي قدموا مستوى كبير وايضا اشراك المدرب لللاعب اناحي اللي كان نجم اللقاء الاول سجل جديد الاهداف اعطانا واحد صخاء بدني في وسط الميدان وايضا كتافة هجومية اللاعب تي سودالي و اناحي ربح كبير للمنتخب الوطني المغربي وغيكون عندهم واحد طور كبير فيما هو قادم من المقابلات ايضا نتمنى الشفاء العاجل للحارس بونو لتضف راسه جديد المرات وخاكك بغي يكمل اللقاء وهذا الامر يندل على شيء يدول على الحب والانتماء نتمنى على ان بونو ان شاء الله يرجع اقرب وقت ممكن لانه كيشكله ركيزة اساسية في المنتخب الوطني المغربي الانتصار الكبير دي اليوم ما يريدوه يكون خادح ويريدونا من دابة نبدو نخططه للمشاركة دي الكأس العالم وتكون مشاركة ماشي من عجل المشاركة ولكن مشاركة مقرونة بالنتاج لاننا اعين من واحد الحاجة اسمتل اداء المشرين وعدنا لاعبين وعدنا امكانيات باش يمكننا نمشيوا لكأس العالم وعلى الاقل ندوزوا الدور الاول ولكن شريطة صحيح العديد من الاخطاء وابرزها المدرب المدرب الان يعني يكون واحد الاجتماع واش انا نكمله مع هذا المدرب ولا لا بالرغم الان ان شخصيا تنشوف على ان مدرب صراحة في الفترة دياله عشنا لعديد من المشاكل خصوصا نزاعة بين اللاعبين الى كان هذا المدرب غاد يبقى خصوص يغير القناعات دياله والشخص المناسب يحطوا في المكان المناسب وانتفادوا اي مشاكل ونحطوا امام ديالنا المصلحة للمنتخب الوطني المغربي لاننا عندنا دي العديد من اللاعبين صراحة عندهم بلاستون في المنتخب الوطني المغربي وكيف ما قلت خصوصا نجاوزوا المشاكل شريطة على ان اللاعبين يكونوا بغيين يجيوا ويقدموا الاضافة سواء رسميا ولا في الاحتياط خليوا لي رأيديكم فيما يخصد المسألة واذا تظنوا على ان نفسنا نكملوا مع واحد خليلوزيتش ولا يجب تعاقد مع مدرب آخر كيلبي طموحات ديال منتخب الوطني المغربي يعني ألف مبروك للجماهير المغربية التأهل المستحق وكيف ما قلت ما خصوص تكون واحد الفرحة مبالغ فيها ومن دابة خصوصا نجدوه لكأس العالم المنتخب التونسي نتيجة التعادل كانت كافيلة باش تأهلو لكأس العالم صراحة لقاءة تلعبوه في نفس الوقت وكان صعيب علي اعلان اني نشوف حاولت على اني نشوف لقاطرة من كل لقاء المنتخب التونسي بالعزيمة دياله بالقرينتا دياله بالقتالية دياله استطع لانه يخرج بنتيجة التعادل ضد خصم قوي المنتخب المالي الذي لم يكن بالخصم السهل وفي الاخير المنتخب التونسي كيف ما قلت من قبل يعرف كيف يخرج لبر الأمان ويعرف من اين تؤكل الكاتف المنتخب المصري هزيمة بنفس السيناريو ضد المنتخب السينيغالي بضربات الجزاء الترجيحية يعني صراحة سيناريو صعيب على المنتخب المصري لما كنشوفوا مجرية اللقاء المنتخب المصري تلقى هدف في الضقائق الأولى بعد خطأ دفاعي من اللاعب في التوح المنتخب المصري يعني تقريبا باستثناء ال 15 ولا 20 دقيقة الأولى دياللقاء الدهب اللي كان هاجم فيها تقريبا تحمل عب وضغط اللقاء وهذه المسألة غير مقبولة لما كنشوف المنتخب المصري جاء السينيغالي من أجل الدفاع الدفاع ثم الدفاع فهذه المسألة صراحة غير مفهومة بالنسبة والمدرب كيروش يتحمل جزء من المسؤولية المنتخب السينيغالي اليوم سيطر على اللقاء بالطول والعرض ولولا الحاري الشناوي اللي كان صراحة قدمه استوى خرافي لولا الحاري الشناوي كان بإمكان المنتخب السينيغالي على الأقل يسجل جوجه لتات ديالأهداع أيضا لاعب محمد صلاح اللي علقات عليه الجماهير المصرية اليوم آمل كبيرة ما كانش في المستوى يعني في اللقاء تقريبا مش فيناش كانت عليه وحدة رقابة كبيرة ولما وصلنا السيناريو ضربات الجزائر ضربات الحض يعني المنتخب المصري لما تضيع ضربة أولى من اللاعب محمد صلاح وأيضا لاعب زيزو ولاعب مصطفى محمد أكيد على أن المسألة صعبات من معمورية المنتخب المصري آخر اللقاء سنتحدث عليه في حلقة اليوم اللي جمع بين المنتخب الجزائري اللي استقبل المنتخب الكاميروني وانتهى لصالحات آخر بهدفين لهدف واحد المنتخب الكاميروني تأهل بامتياز هدفين خارج الميدان شخصيا بعد نتيجة لقاء الذهب اللي كانت لصالح المنتخب الجزائري بهدف لسفر كنت كانت نظن على أن المنتخب الجزائري في طريق سالك للتأهل بدون مشاكل ولكن أيضا أي واحد تفرج في تحليل ديالي قبل اللقاء حدرت من خطورة المنتخب الكاميروني وقلت على أنه سيأتي للجزائر من أجل تحقيق المفاجرة وما ساعد المنتخب الكاميروني في لقاء اليوم هو تسجيل هدف في صوت الأول سهل نوعا ما المأمورية دياله وأيضا نفس المشكل يتكرر للمنتخب الجزائري يعني شفناه في كأس أمام أفراقية وأيضا شفناه في لقاء اليوم وهو تطيع الفرص المنتخب الجزائري كان عنده في واحد الوقت النجاعة الهجومية الآن ولا محتاج على أنه يخلق خمسة ولا ستدي الفرص الحقيقية بس يسجل هدف وهناك قاعدة معروفة في كرة القدم لما تضيع تستقبل المنتخب الجزائري على الأقل في 90 دقيقة كان يمكن له يسجل هدف واحد هدف واحد كان كافير على أنه يأهل لأن نتيجة التعادل كانت في مصلحة المنتخب الجزائري مشينا للأشوات الإضافية والمنتخب الجزائري سجل هدف بوقت مثالي قريبا في الدقيقة 119 إلى 120 يعني اللقاء ما بقى لوال ويسالي يعني وأيضا تلقى هدف في الوقت الميت في التواني الأخيرة يعني هذا شيء غير مقبول يعني شيء غير مقبول أول شيء اللاعب اللي اعطى قورة عالية ما كانش عليه واحد الضغط وأيضا شفنا عدم رقابة في البوكس دي المنتخب الجزائري اللاعب دي المنتخب الكاميروني حتى القورة بالرأس دياله بدون مضايقة وأيضا اللاعب ليسجل ما كانش عليهم ورقابة يعني كانوا تلقى تلقى الأخطاء ما كانش الضغط العالي وما كانش واحد الرقابة لأنه بقوا ججلة تلقى تلقى أكيد على أن اللاعبين كلهم كان خصوهم يرجعوا ويحميوا المرمى ديالهم هذه المسائل كتوقع في كورة القدم وأكيد على أن المنتخب الجزائري بعد الإقصاء في كأس أمم إفراقية من مرحلة المجموعات والآن عدم التأهل لكأس العالم سيكون مطالب بمراجعة أوراقه وإصلاح ما يمكن إصلاحه استعداداً لما هو قادم ألف مبروك للجماهير المغربية والجماهير التونسية التأهل لكأس العالم وهارد لاك للمنتخب الجزائري والمنتخب المصري وإن شاء الله يصحوا الأمور ديالهم فيما هو قادم من اللقاءات ونتمنى لهم التوفيق كان أعتذر إلا ما كانش تحلل كامل في اللقاء اليوم ولكن تلعبون اللقاءات في نفس الوقت وكان من الصعب علي على أن نشوف حاوة على أن نشوف لقاطات من كل اللقاء خليوني الأراءة ديالكم في التعليقات ونتناقشوا بين التقام والعادة بشكل ودي كان معكم ريدامي خانات خرافين السلام عليكم